ولم نعلم بحسب التجربة أقوى في تثبيت الحفظ من قيام الليل لو جعلت مراجعتك لما تحفظ في صلاة الليل لكانت هذه أحسن مراجعة سواء كنت صلي في أول الليل بعد العشاء مباشرة أو في آخر الليل لكن اجعل مراجعتك مثلاً لو أنك جعلت لنفسك مراجعة لنصف جزء يومياً هذا النصف اقرأه وأنت تصلي هذا أقوى في الحفظ لماذا؟ لأن الإنسان وهو يصلي يستنفر جميع طاقته ليس معه المصحف المصحف بعيد عنه فيستنفر جميع طاقته فتكون ذاكرته أقوى ويثبت الحفظ وإن شئتم دليلاً فالدليل سهل تجد أن الإمام الذي يصلي بالناس أحفظ للآيات التي يكررها عادة في الصلاة حتى لو كان حافظاً للقرآن كله تجد أن حفظه للآيات التي يكررها في الصلاة أقوى من حفظه لبقية الآيات وهذا أمر معلوم معلوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر